حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا هشام بن عروة أخبرنا أبي أخبراني أبو أيوب أن أبين حدثه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الرجل يجامع أهله فلا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبي أبا أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله ثم لينزل يغسل ذكره ويتوضأ قال عبد الله قال أبي الملي عن الملي ثقة عن ثقة قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغني عن أبي أيوب بن زيد حديث وهو بأرض الروم قال فلقيت أبا أيوب فحدثني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ نعم وكل تعالى